مقاتلون انفصاليون في قرية تشورنوجيني على بعد بضعة كيلومترات من ديبالسيفي قبل أسبوع فقط كانت تدور هنا معارك داريا والآن يقول الانفصاليون إنهم يطبقون اتفاق منسك وإنهم سحبوا 80% من الأسلحة الثقيلة من الجبهة لكن الولايات المتحدة لا تصدق مزاعمهم الأسلحة الثقيلة التابعة للمتمردين والروس لم تسحب بل أعيد نشرها وهذا أمر مختلف بدوره سحب الجيش الأوكراني أسلحته الثقيلة من الجبهة بعد أيام من الاتفاق وقد شمل ذلك محيط مدينة ماريوبول أيضا رغم توقع المخابرات الأمريكية أن يشن الانفصاليون هجوما وشيكا عليها هذا لن يحد من قدرتنا الدفاعية لا يزال لدينا أسلحة أخرى وقوات ومدرعات في مواقع أخرى فإذا حدث هجوم ما يمكننا التصدي له ومن المفترض أن يقوم خبراء من منظمة الأمل والتعاون في أوروبا بمراقبة انسحاب كلا الطرفين لكن هؤلاء يشتكون من عدم قدرتهم على الوصول إلى النقاط الساخنة في منطقة النزاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر